بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام حياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفي مطلع هذه الحلقة ورحب بفضيلته حياه الله حياكم الله وبركة فيكم لا يزال حديث مستمعي الكرام موصولا حول ما يتعلق بالحيض والنفاس والحمل وما يترتب عليها من أحكام فنسأل فضيلة الشيخ بداية إذا استمر الدم مع المرأة بعد أيام العادة المعتادة هل تصوم أم ماذا تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن الحايض لا تغتسل ولا تصوم حتى ينقطع عنها الدم انقطاعا كاملا بأن لا ترى شيئا وذلك بأن تخرج منها القصة البيضة وهي علامة على الطهر تعرفها النساء أو أنها تجد النشافة التام بحيث إذا وضعت قطنة في المخرج ونظرت إليها لم تر فيها شيئا فحينئذ تغتسل وتصوم وتصلي وينتهي حيظها أما ما لم ينقطع الدم فإنها لا تزال حائضا ولو زاد عن العادة لأن العادة قد تزيد وقد تنقص قد تتقدم وقد تتأخر إلى خمسة عشر يوما قد تزيد العادة إلى خمسة عشر يوما فما دام الدم موجودا ومتصلا فإنها لا تغتسل بل تنتظر حتى ينقطع فإن تجاوز الخمسة عشر ولم ينقطع فإنها تغتسل عند الخمسة عشر وتصوم وتصلي وتعتبر ما زاد عن خمسة عشر نزيفا وهو ما يسمى بالاستحاضة قلوا كانت يا شيخ عادتها لا تتجاوز السبع يمكن تزيد ما دام الدم متصلا ولم ينقطع عند تمام العادة وما تكون زادت العادة أيضا الحامل فضلية الشيخ هل تفطر في نهار رمضان مراعاة لحملها لم يكن هناك خطورة لم يثبت حملها خطورة سبقا قلنا كما ذكر الفقهاء إن الحامل إذا خافت على نفسها من الصيام أنها تفطر وتقضي هذا اليوم لأنها أصبحت في عداد المرضى وكذلك لو خافت على حملها لو خافت على حملها فإنها أيضا تفطر رعاية لحملها وتقضي هذا اليوم وتطعم معه عن كل يوم مسكين هذا ما يتعلق بالحائض والصيام أما إذا كان الصيام لا يضرها ولا يضر حملها فإنها يجب عليها أن تصوه كغيرها من النساء نعم ماذا عن المرضى حضرت الشيخ؟ المرضى مثل الحامل إذا خافت على نفسها من الصيام تفطر وإن خافت على رضيعها أيضا فإنها تفطر وتقضي في الحالتين لكن إن كانت خافت على نفسها فقط فإنها يكفي القضاء وإن كان خوفها على رضيعها وليس على نفسها بل على رضيعها أن ينشف عنه اللبن فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين كما جاء ذلك عن السلف رحمهم الله نعم إذا رأت الحامل الشيخ دمًا هل تفطر وتترك الصلاة؟ الحامل لا تحيظ نعم من علامة من علامة معرفة الحامل انقطاع نعم مرساد الدم فالحامل لا تحيظ ولو ظهر منها دم ويع حامل فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر يعتبر نزيفا يعتبر حدث أصغر فتستنجي منه للصلاة وتتوضى وتصلي وتصوم في رمضان نعم نعم لو كان هذا الدم بالنسبة للحامل مضطرد وفي أيام العادة لا حيضة مع الحمد نعم لا حيضة مع الحمد نعم عند جمهور أهل العلم نعم ماذا عن المرضى لو خافت على طفلها ذكرتم قبل قليل أنها تفطر وأنها يلزمها الكفارة في هذا فما الذي يلزمها بالنسبة للكفارة الكفارة مقدارها كيلو نصف من الطعام عن كل يوم نعم نعم بالنسبة للخوف هل له معنى بالنسبة للمرضى مع وجود الحليب الصناعي أو ما إليه إذا تأمن الطفل ولم يكن يخشى عليه الجوع فإنها لا تفطر من أجله إذا وجد حليب يغذيه حليب من البهايم نعم يغذي الطفل حينئذ لا حاجة للإفطار نعم إذا كانت المرأة فضيلة الشيخ كبيرة في السن وتطيق الصوم لكن بإرهاق شيء من المشقة هل لها أن تفطر؟ ما لها أن تفطر إلا إذا كانت كبيرة هرمة إذا كانت كبيرة هرمة ولكن معها فكرها وعقلها والصيام يشق عليها للكبر نعم فهذه تقدم الفدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى يطيقونه أي لا يستطيعونه وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم مشقة غير محتملة نعم العاجز لكبر أو لمرض مزمن هل يلزم الفدية؟ كما ذكرنا ففدية طعام مسكين؟ نعم بعض من تأتيهن الدورة الشهرية وسط نهار رمضان تكمل الإمساك إلى المغرب وتقول راعي شعور الآخرين وتربية أيضا لأبناء الصغر لكم صومها هذه؟ لا لا يجوز لها أنها تواصل الصيام ولا يجوز لها الإمساك بل تفطر الحمد لله هذا عذر شرعي تفطر ولا لوم عليها في ذلك نعم وتخفيها عن أطفالها وكذا؟ لماذا تخفيه؟ إن كان من باب الحياء فقط إن كان من باب الحياء كما تفعل بعض النساء لكن هذا لا يلزمها شرعا نعم الحمد لله إذا طهرت الحائض أو النفساء في جزء من النهار في رمضان يلزمها الإمساك في ني إذا طهرت الحائض في أثناء النهار فإنها يلزمها الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت وتقضي هذا اليوم لأنها لم تصمه كاملا نعم بعض النساء خضية الشيخ تأتيها الدورة بعيدا المغرب بلحظات يعني بعد ما يؤذن المغرب وتتحرز وتقضي ذلك اليوم ما رأيكم؟ إذا غربت الشمس ولم يخرج منها حيض فإن صومها صحيح أما إذا خرج منها الحيض قبل غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم لأنها لم تكمله لا يعد هذا تنطع يخلق قضاتها لا ما تقضيه لأنها صامته أدام غرابة الشمس ولم يخرج منها الحيض فإنها صومت صوما كاملا فلا حاجة لقضائه نعم إذا رأت الحائض الطهر قبيل الفجر بقليل فهل تقدم الاقتصال أم تتسحر في مفضولة من وقت ثم بعد الفجر تغتسل هذا سبق أن أجبنا عنه في حلقة سابقة أنها لو طهرت قبل الفجر فإنها تصوم تتسحر وتصوم وتنوي الصيام وتغتسل بعد طلوع الفجر لأنه لا يشترط لانعقاد الصيام لا يشترط له الطهارة نعم وأيضا الجمعة كذلك الجنوب الذي أدركه الفجر وعليه جنابه يتسحر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك كان أحيانا يدركه الفجر وهو جنوب فيتسحر وينوي الصيام ثم يغتسل بعد ذلك نعم لو تهاونت فضيلة الشيخ من لزمها الغسل في أول الليل حتى طلع الفجر هل عليها شيء؟ ولو تهاونت لا بس نعم قلنا أنه لا يشترط لحقد الصيام لا يشترط الطهارة نعم فلو عقدت نية الصيام قبل الفجر وهي عليها جنابه لا حرج في ذلك نعم لكن الأفضل لها إذا كانت في أول الليل الأفضل لها ولغيرها الأفضل أن الإنسان يغتسل من أول الليل وينام على طهارة نعم هذا الأفضل نعم فضيلة الشيخ كثيرات يتساءلنا عن بداية الدورة إذا تقدمت عن موعدها بيوم ويومين ولم تكن إلا شيئا يسيرا هل تعتبرها بداية الحياة؟ نعم الحال العادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص وقد تضطرب يحصل الحيض عوارض كثيرة فإذا تقدمت حادتها فإنها تنتقل معها تتقدم معها وإذا تأخرت تتأخر معها نعم لو بينتم فضلت الشيخ علامات الدم يعني واعتبار الحيضة الدم كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف نعم ثخين يعني له له علامات نعم له علامات العلامة الأولى أنه يكون منتنا له رائح منتنا العلامة الثانية أنه يكون ثخينا يعني غليظا العلامة الثالثة أنه يكون أسود يكون لونه أسود هذه الصفات الحيض التي ثبتت بالعدل أن يكون أسود أن يكون له رائحة أن يكون ثخينا قد تجتمع هذه الصفات في الدم وقد يوجد واحدة منها فقط والحكم واحد نعم بارك الله فيكم كيف تثيقن المرأة من طهرها تقدم أن أجبنا بأنها تعرف طهرها بنزول القصة البيضاء نعم وهي شيء أبيض ينزل من فرج المرأة في آخر الحيض تعرفه النساء علامة على الطهر أو أنها ترى النشاف التام ما نزلت عليها قصة لكن رأت النشاف التام وتختبر نفسها بأن تضع قطنة في فرجها فإن خرجت القطنة نقية فإنها قد طهرت وإن كان فيها شيء من الكدرة أو الصفرة فإنها لم تطهر بعد نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما بينتم ونفع بكم وبعلمكم سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في موازين أعمالكم أيها الأخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج إلى أن نلقاكم في موعد مقبل بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته